تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة عددا من القاعات المخصصة لامتحانات الثانوية العامة في محافظة الزقاء ولواء أرصيفة والتقى المحافظة عددا من الطلب الذين أبدوا ارتياحهم لمستوى الامتحانات وأجواء القاعات من خلال توفير بيئة امتحانية جيدة وأشهد محافظة بمستوى الطلبة واستعدادهم الجيد للامتحانات بشكل عام مؤكدا أن الامتحانات تسير بكل يسر وسهولة طلبة الثانوية العامة من مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية أبدوا ارتياحهم لامتحان مادة الحاسوب وأكدنا أن جميع الأسئلة مباشرة وواضحة ومتوافقة مع المنهاج وتتناسب مع جميع المستويات والقدرات واعتبر أيضا الطلبة بعد خروجه من قاعة الامتحانات أن الأسئلة الواردة في الامتحان راعت الفروق الفردية بين الطلبة ووردت في معظمها بشكل مباشر وأن الوقت المخصص للمتحان مناسب لحل جميع أسئلته أعتقد أن الامتحان حتى هذا اليوم جرى بصورة سليسة وصورة مريحة والطلبة جميع الطلبة الذين سألتهم وستفسرتهم لحل الامتحان كانوا مرتاحين لجو الامتحان والأسئلة والمراقبة والتعاون الذي تم المراقبين من دلال القاع الامتحانات الحمد لله رب العالمين كثير سهلة وممتازة والحمد لله تربية مراية شوي ظروف الطلاب الحمد للامتحان كان سهل وضمن المنهاج ضمن الكتاب جو والقاعة كان مريح الامتحان سهل وأجواء القاعة هذه نسبية والوقت كافي للامتحان وزيادة كمان الامتحان كان كثير سهل والأسئلة كانت من ضمن المتوقع بسألهم أن الجو كان كثير حم بالقاعة والوقت كان كثير كافي والواحد بيقدر راجع يعني بأريحية كان الامتحان بسيط الأسئلة من الكتاب والوقت كان بيكفي